موسيقى موسيقى سباح الخير اليوم الأربعة ستة أدار مشكلة التلوث البيئي بنهر البردونة تعود إلى الواجهة معرض أوريكا للمأكلات بالنسخة لـ 23 بالبيال وأيضا محطة مع زميلتنا مريم الحاج بالإضافة إلى معرض للفنان التشكيلة محمود زين الدين وغيره من التقرير أما ضيفنا لليوم فهو المحامي دكتور سلام عبدالصمد لا نحكي معه عن كتابه مشاكل وتعقيدات القانون اللبناني للشركات أما البداية مثل العادة بتبقى مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ ويسام عبدالله صباح الخير أهلا كيفك أستاذ ويسام؟ الحمد لله نيح؟ الحمد لله يعني نحنا بلشنا نحس بالفرق كأنه ودعنا الشتوية وهلأ بلشنا فعليا بفصل الصيف هلا قاعد الحال العامي عنا تأس ربعا مسيطرة عينا مضبوطة نعم اليوم بكرة حكمان تأسنا غائم جزئيا تنخفض للحرارة مع عمطار خفيفة المناطق الداخلية بعد الضهر نعم وجمع بلش ترتفع الحرارة برجع الوضع للحالة الطبيعية ما يبقى في عنا شي نعم قدي تقريبا عم بتكون درجات الحرارة يعني المتبنى ل 24 على الساحل بجبال من 13 إلى 21 بل بقى عم انتصال 24 أوكي وقت ترجع قلت لنا بتنخفض درجات الحرارة؟ لا بس اليوم وبكرة أوكي طيب نحنا بكرة منحكيكم باتصال جديد متشكرات صباح الخير جوال صباح الخير جوال لأقليك لك المشاهدين اللي عم بتابعونا مثل العادة جولة على أبرز عناوين الصحف اليوم الأربعة 6 نيسان 2016 وفي عناوين صحيفة النهار حكومة المصالح الوطنية تترنح أمام الفضائح إجراءات حازمة أو على الدولة السلام بر يسأل كيف تم إدخال معدات الانترنت غير شرعي سمح يعود غدا إلى السجن ليكمل حكوميته المتوقعة بسبع سنوات بصورة رئيسية بصحيفة النهار تبدل المشهد بجديدة المتن حيث أزيل نهر النفايات وتم تنظيف الطريق وتغطيطها بالكلس لأمتصاص الروائح والسوائل تمهيدا لإعادة فتحة أمام المرة والسيارات وعلى أمل منشوف كمان هالمشهد عم يتبدل بباقي المناطق ضمن أسرار الآلهة قال وزير أن الغطاء السياسي رفع أو رفع في ملف الانترنت غير شرعي مما سيقود إلى توقفات وفتح أسماء أعدت مجموعة من الشخصيات الثقافية والإعلامية بيانا موسعا تطلب فيه من الحكومة تبني ترشح غسان سليمي إلى الإدارة العامة للإونسكو وسيوزع غدا أرسل مسؤول حزبي مفدا إلى مرجع ديني يطالبه فيه بموقف يناقض فيه موقفا سابقا لها لكن الأخير لم يتجاوب وختاما طلب مفتي صيدة موعدا للقاء البابا أو مسؤولين في الفاتيكان للتضامن مع المطران إلياس نصار الذي يعمل بوصاية مطران بيروت وبختم بقلم سمير عطلة جوهرة النهرين في علوين صحيفة السفير جمبلات الناس لا يصدقونني والمشنوق لا حصانة لأحد ملفات الفساد تتدحرج والإنترنت بين المغارة والمغامرة الجيش السوري توعد منتهي الهدنة بأبواب جهنم داعش يهاجم القلمون الشرقي والنصرة تفقد كبار قادتها زيارة الحرير لموسكو سياسية أم تجارية عندما تكبل السياسة رجال الدين التحقيق في الأمن الداخلي من المرء إلى الدفين شبكة الدعارة 15 سنة اعتقال وغرامة 400 مليون السفير في القريتين بعد تحريرها وختاما جناف تركي إسرائيلي بنود المصالحة لم تكتمل من السفير إلى عنوين صحيفة الحياة الملك سلمان أريد توفير حياة كريمة للمواطنين خادم الحرمين ورئيس المصري يشهدان في القاهرة توقيع 24 اتفاقا استثماريا موسكو ستسلم طهران صواريخ وقائد الحرس الثوري يعتبر حزب الله الحقيقة الأجمل واشنطن تبقي إيران خارج نظامها المالي الكويت متفائلة بنتائج إيجابية لمفاوضات اليمن الحوثيون يعتبرون الهدنة خطوة لإنهاء الحرب المؤتمر الوطني لبي يتبنى قرار الصخيرات داعش يتبنى اغتيال ضابط سعودي دمستورة في موسكو لإنقاذ مفاوضات جناف وختيما في الحياة الإيديولوجية مصدر مهم للتطرف في أوروبا ويهدد أهدافا جديدة في أوروبا من الحياة إلى عنوين صحيفة المستقبل يلي كتبت اليوم الحريري يطلق أفعال لمحاربة الفقر والتطرف نايل سات توقف المنار وتنذر لبنان وحرب وجريج يستمهلان واشنطن لا ترى أي طريقة ممكنة لبقاء الأسد النصرى تسقط طائرة للنظام وتأسر الطيار أيضا في المستقبل فضيحة تبرئ سابقتها والمجتمع أو مجتمع يتحلل من فوق ومن تحت المغردون يواكبون أفعال الحريري مش بالحكي بالأفعال فوزان لبرشلونة وبين ميونيخ في أبطال أوروبا الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بدخول نظامها المالي جعفر يهاجم الطيار الجديد الموالي للغرب السعودية تمول مصر نفطيا لخمس سنوات بعشرين مليار دولار مقتل عقيد سعودي بإطلاق نار وختيما بقلم خير الله خير الله مقالة بعنوان سعد الحريري في موسكو فعل مقاومة جولتنا منتبعة مع نوين صحيفة الأنوار وبعنوان الرئيسي لليوم تحرك بعيد عن السياسة لإنقاذ مئتي وخمسة وثلاثين ألف لبناني يعانون من الفقر المطقع لقاء إسلامي مسيحي في عيد البشارة كريلا حلى لحرب سوريا مع بقاء الأسد خطف لبناني في نيجيريا وبقلم المحل الأسياسي استعدوا للبلديات المعارضة السورية تسقط طائرة حربية وتأثر قائدها تركيا تستقبل الدفعة الأولى من مهاجرين وعيدوا من اليونان وضمن الأخبار الاقتصادي وثائق باناما تكشف فضائح مالية تتناول مسؤولين وبقلم رفيق خوري إلى أين نخرج من استاتيك المآزق جورتنا من تباعة مع نوين اللواء الحريري يطلق مشروعا ماليا لتحرير 1.25 مليون لبناني من الفقر وزراء عون لاجتباك حول أمن الدولة وأمن المطار ومتورطون قيد التوقيف في الانترنت غير الشرعي محادثات جناف تستأنف في 11 الجاري وكيري يعتبرها اختبارا لنوايا الأسد المعارضة تقترب من دابق وتسقط طائرة للنظام وتأسر الطيارة في تل العيس بقلم العميد الركن خالد أحميدي عودة الإمبراطوريات من بوابة القوقاز أوباما يهاجم التهرب الضريبي وبوتين وكاميرون يرفضان الاتهامات أوراق باناما تهزو العالم وتطيح برئيس وزراء أيسلندا كوبلر في طرابلس لدعم عملية الانتقال حكومة فرج ليبيا تتخلى عن السلطة ترحيب مصري واسع بزيارة الملك سلمان غدا وأيضا في اللواء بين مغدوش والزهر حكاية عشق وعطاء وبعنوان أخير السياحة الاستجمامية والدينية تستقطب اللبنانيين من تابع جولتنا مع نوين البلد شبكة جوني تتفاعل ومحاصرة فضائحية أو محاصرة فضائية للمنار طارق يتيم يعترف هكذا قتلت جورج الريف لتحقيق مصالحة سنية سنية شاملة هل تؤسس زيارة سعد للبزري لتحالف بلدي جديد تركيا تضرب مواقع الكردستاني وبختم بعنوان أخير الصورة الرئيسية لحملة عنوان مصيران من البلد إلى عنوين الديليستار وبترجمة لما كتبته اليوم الحرير يدعم حملة لمحاربة الفقر رئيس الوزراء السابق يدعم اقتراح النائب فاضل بتقديم 150 دولار شهريا للفقراء في المناطق برية عهد لا تهاؤنا في قضية فضيحة الانترنت غير المشروع وختاما في الديليستار جبهة النصرة تسقط طائرة سورية وتعتقل الطيار إلى لوريان لوجور وبأبرز عنوين صدمة هزت العالم بإضاءة على الفضيحة فضيحة باناما وبعنوين أخرى بداية تخزين مؤقت في الكوستابرافا نايل سات تلغي البث في قروات محلية إلى عنوين صحيفة الشرق الحريري حال الفقر في لبنان واصمة عار مجلس الوزراء هل يغرق في مشكلة أمن الدولة نايل سات توقف بث أقنية لبنانية وبقلم عن الكعكي ماذا فعلتم بلبنان المشنوق حملة الافتراءات أعمال جرمية أسماء جديدة وتوقفات واستبانات في ملف الإنترنت خمينئي يغضب فيغلق حسابات رفسنجاني على الإنترنت النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وختاما المعارضة تسقط ميغ سورية بعنوين صحيفة الشرق الأوسط خادم الحرمين نشجع القطاع الخاص ليكون شريكا للحكومة أكد تقصيص الدولة ميزانيات ضخمة للإسكان ولي العهد السعودي الردع لكل من تسول له أو تسول له نفسه المساس بأمن الحج دفع عن تصدير الثورة وعن تعزيز موقف حزب الله في لبنان والمنطقة قائد الحرس الثوري يهدد السعودية بسيف الحوثيين النيابة العامة طلبت بسجن الملاحقين واتحاد الصحفيين العرب يطالب بحماية المؤسسة بيروت توجيه التهم إلى المعتدين على مكتب الشرق الأوسط وختاما تنشط تحت غطاء العمل الخيري وتستقطب 1300 طفل من منطقة هانكي اللندونية بريطانيا انتقادات لتستر الحكومة على مدارس يهودية غير مرخصة وجولتنا من اختمام معنوين صحيفة الجمهورية بر من أدخل المعدات ومن غطاها الجلسة الرئاسية المقبلة كسابقاتها خرق للهدنة في حلب ودعم أمريكي روسي لجونيف وبالأخبار الرياضية برشلونة يتوفق على أتلاتيكو وبايرن يقترب من التأهل ويخطم مع الصورة الرئيسية اللي حملت عنوان قمة بكركي لانتخاب رئيس ومع الجمهورية ممكن نصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا ومن بعده منرجع مع الأخبار الثقافية والفنية خليكن معنا شكرا